بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نتكلم عن الجزء الاول من الرد على اسئلة المتابعين حول الهجرة الى امريكا بالقرآ العشوائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات موم الرد اللي نتكلم فيها عن التمريض وعن السفر وعن الهجرة وعن مواضيع كثير جدا في هذا الفيديو رح نعرض بعض الاسئلة اللي وصلتني على الايميل او على الخاص على صفحتي على فيسبوك او على تيك توك او على انستجرام حول الهجرة الى امريكا بالقرآ العشوائية كلنا عارفين انه الهجرة بالقرآ العشوائية الى امريكا تقبل كل الناس مش بس الممرضين فقط تقبل اي انسان خلص تانوية عامة ناجح او درس 12 سنة في المدرسة باقي طريقة او عنده خبرة سنتين في اي مهنة خلال اخر خمس سنوات هذا الهجرة بتفتح كل سنة شهر عشرة كامل تقريبا واحيان يوم او يومين من شهر 11 اللي هو نوفمبر وبعد هيك يتم اختيار حوالي 120 الف من الملايين اللي قدموا بصورة عشوائية تماما ثم بعملوا مقابلات الهم عشان يختاروا منهم 55 الف او 56 الف هم اللي بيهاجروا الى امريكا في النهاية اول سؤال بيقول ليش بيطلبوا الصورة صوفت كوبي وكاد بعرفوا ان الصورة عمرها اكثر من 6 شهور او انها مش متعدلة بالفوتوشوب ما هم بطلبوا الصورة صوفت كوبي يعني تبعت لهم اياها ونلاين مش تعطيهم اياها كورق عشان يعرفوا انها متعدلة او لا او يعرفوا التاريخ تبعها لو جيت على الصورة هذه مثلا وفتحت الصورة كبست كبسة يمين ثم اخترت خصائص الصورة اللي هي بروبيريتز رح تلاحظ انه مثلا هنا تاريخ الصورة 16 عشرة الفين واربعة وعشرين يعني عمرها يومين او ثلاث او اربعة لو انت متصور صورة من سنة او سنة ونص مثلا رح يبين عندهم انه تاريخها جديم ومش رح تنقبل رقم اثنين لو انت اصلا جدمت السنة الماضية او قبل الماضية بنفس الصورة الكمبيوتر رح يتعرف عليها وسيتم الغاء طلبك تلقائيا مش رح يكون اصلا مع القائمة اللي قبل النهائية سؤال بيقول انا قدمت السنة الماضية ومن قبلت ليش الجواب منشقين يا اما طلبك اصلا مش مطابق للشروط يا كتبت الاسم غلط يا كتبت تاريخ ميلادك غلط يا انواق غلط يا اما كتب متجوز وانت عزابي او كتبت عزاب وانت متجوز يا اما الصورة اهم شرط لرفض معظم الناس ان الصورة مش مطابقة للمواصفات تكون الخلفية مثلا خضرة مش بيضة تكون مثلا صورة مستقيلة مش مربعة يكون عدل عليها بالفوتوشوب يكون لابس نظارة شمسية وهكذا السبب الثاني انه طلبك مطابق للشروط لكن الموضوع عشوائي جدا فانت زي اللي معها حجر النارد برمي ممكن يطلع معها رقم واحد ممكن اثنين ممكن ثلاث ممكن ستة بكل بساطة لو انا طالب جامعة ولسه ما تخرجت هل اكتب اني معاي باكالوريوس انت لو فتحت الطلب وبدأت اتعب الطلب رح تلاقي كاتب لك اعلى شهادة وصلت اليها حتى اليوم يعني لو تاريخ تخرجك بكرة الصبح اكتب معاي ثانوية عامة لو انت تخرجت اليوم الصبح اكتب انه معاك باكالوريوس فهو بطلب منك اعلى شهادة وصلت اليها حتى تاريخ اليوم هيك بالحرف بطلب سؤال بقول المكتب بقول انه معتمد من السفارة هل هو صادق بكل بساطة المكتب كردام ما في اش اسمه المكتب معتمد من السفارة او المكتب مش معتمد من السفارة هذا طلب الهجرة الاصل فيه انه انت اتعبيه بيدك فالسفارة ما رح تعطي اعتماد لاي مكتب بالدنيا انه يعب الطلبات نيابة عن الناس عرفت كيف لانه المكتب ممكن يستغلك ممكن ياخذ منك فلوس وهو الطلب اصلا بتعبه مجانا وممكن يعب الطلب غلط لو زاد حرف او نقص حرف خلص انت مرح تنقبل فالسفارة يا بتعطي اعتماد لكل مكتب الدنيا يا اما ما بتعطي وهي فعليا ما اعطت لها اي مكتب بالدنيا المكتب بقول انه مكتب صاحب اعلى نسبة قبول بالسفارة طبعا هذا كلام فارغ بعض المكاتب تشيع عن نفسها انها صاحبة اعلى معدل قبول بعض المكاتب تشيع انه هي بتعرف شو الوقت اللي لو قدمت فيه بطلع نسبة قبولك اعلى او احتمال قبولك اعلى وما في وقت معين لانه الموضوع في النهاية عشوائي بالقرعة هم الجماعة مش لقين زبان فبدهم يجذبوا الناس مش عارفين كيف لو انرفضت بالقرعة وقدمت على سياحة بنقبل هلا انت اختيارك في القرعة من عدمه لا يفرج مع اي نوع فيزا ثانية فلو ارتفطت بالقرعة او لم يتم اختيارك ممكن تنقبل سياحة ممكن تنقبل علاجة ممكن تنقبل دراسة ممكن تنقبل زيارة هاي ما الها دخل بهاي ولو قدمت بنفس القرعة مرة وان رفضت بتقدر تقدم مرة تانية وثالفة ورابعة في ناس كل سنة بيقدموا في ناس بعد خمس سنين وفي ناس بعد عشريس سنة انقبلوا فلا تيس اغرب سؤال شفته في هذا الموضوع لو انقبلت بالقرعة ووصلت امريكا بلفع اقدم على لجوء الجهب باختصار نعم يما بس انت لو قدمت على القرعة رح يعطوك فيزا يعني تأشيرة يعني سماح بدخولك الى البلد ومسموح لك تظل فيها يشتغل وتطلع باسبور ويصير معك جنسية امريكية والظل هناك على طول اللجوء شبتك السفيد منه اللجوء اذا انت دخلت امريكا بطريقة شرعية لكنها لمدة مؤقتة مثلا قدمت على سياحة قالوا لك تبعد في امريكا ثلاث اشهر وترجع لبلدك فانت قدمت هيك بطريقة قانونية وانقبلت لكنك مسموح لك تبعد مدة مؤقتة وقتها بتدخل امريكا ثاني يوم الصبح بتروح على اقرب محكمة بتقولهم بدي ارفع قضية لجوء انا ما بقدر ارجع الى بلدي للاسباب التالية واحد اثنين ثلاث فانت اصلا داخل بطريقة قانونية في ايش راح يفيدك اللجوء لو المقابلة بشهر تسعة الفين وخمس وعشرين بيعطوني مدة معينة لازم اسافر قبلها طبعا بيعطوك أسا اللي بصير كالتالي تجديم الطلبات خلال شهر عشرة الفين واربع وعشرين خلال اوائل شهر خمسة تقريبا الفين وخمس وعشرين بيعطوه اسماء الناس اللي تم اختيارهم بشكل مبدئي لان تقريبا من كل ثلاث راح يختاروا واحد في النهاية بشهر ثمانية الفين وخمس وعشرين راح يبعطوا لكل واحد انه بعطلنا الاوراق اللازم فرح تبعط لهم نسخة من شهادة ميلادك من شهادة الزواج اذا متزوج من شهادة الثانوية او الجامعة حسب انت شو معاك شهادات راح تبعط لهم عنوانك راح تبعط لهم ايميالك الثاني فرح يقول لك انت مثلا موعدك مقابلتك واحد تسعة الفين وخمس وعشرين فلان واحد عشرة فلان سبعة عشر اهداعش فلان تنادي عشرين وتمعاش وهكذا قبل المقابلة باسبوع او اسبوعين راح تعمل فحص طبي لو انجبلت بالمقابلة بعطوك فيزا صالح لمدة ست اشهر ابتداء من تاريخ الفحص الطبي وليس ابتداء من تاريخ المقابلة ست اشهر خلصوا جدم من اول وجديد واستنى سنة جديدة سؤال حلول هل استطيع العودة الى بلدي لو انجبلت بالقرعة وصفرت الامريكا طبعا بتقدر لكن بتكلاحظ ملاحظة مهمة ممنوع تطلع برا امريكا اكثر من 6 اشهر مدام انت لسه ما اخذتش الجنسية الامريكية انت لو انجبلت في القرعة العشوائية راح تطلع الى امريكا بعد 5 سنوات بتاخذ الجنسية الامريكية تقدر تدخل امريكا تبعد يوم وترجح ثاني يوم عبلدك ما في مشكلة لكن في ناس ايش بعمل بقدم للقرعة بينقبل بروح بقعدل اسبوع في امريكا بعدين بروح بقعدل ثمان تسع تشهر في بلده انت مدام بتقدرش تترك بلدك ليش قدمت للهجرة ست اشهر ايوم بقولوا لك التغت الفيزا التغت الاقامة روح قدم من اول وجديد واحتمال بقولوا لك عمرك لا تقدم احنا مش رح نقبلك حتى لو قدمت سؤال بقول هل الذي بقدم في اول شهر التقديم او اخره له اولوية بالقبول هاي اشاعة بعض مكاتب التخديم او بعض مكاتب الهجرة بتشيعة بين الناس بتروح في اول يوم من التخديم بقول لك هات جواز السفر او هات صورتك الشخصية وغيب عني سبعين ثلاث ليش انه بقدم اخر اسبوع فرصة بالقبول اعلى انا بقدم لك وبعدين بقول لك قدمت ولا لسه طبعا هم مكذبين لانه لو قدمت اول يوم ولا ثان يوم ولا عشر يوم ولا قبل الاخير نفس احتمال القبول ليش بيعملوا هيك عشان لما يصير فيه اعلان للنتائج يقول لك هات عشر دينانير او هات عشرين دينار بكشف لك على اسمك انقبل ولا لا فانت لازم تظلك فوق راسه هو بعب الطلب اخر الطلب بطلع لك رقم من ستة عشر منزلة اسمه هذا بتحفظه زي اسمك لما يصير اعلان عن اسماء المقبولين بتروح انت بتكشف عن القبول بتنفونك او اذا عندك لابتوك في البيت بدون ما تحتاج جميلته بدون ما تدفع المصاري فيه ناس بفكروا انه لو انتظرت لاخر يوم لاخر ساعة لاخر دقيقة في التقديم ممكن تكون فرصة اعلى بعيدا عن انه هذا كلام فارغ انا بدي اعطيك فائدة تقديم الطلب بخد 6-7 دقائق هم بخدوك لحد ربع ساعة او نص ساعة تمام لنفرض بديت في الطلب وعلق الكمبيوتر عدت الطلب من اول وجديد وهو باقي دقي كتير عدته مرتين او ثلاث طبعا اخر يوم بيكون فيه ازم كثير لانه في كثير ما زي حضرتك ناسين حالهم فاذ علق الموقع مرتين او ثلاث خلص انتهت مدة التقديم استنى للسنة الجاية ليش تزنج حالك لهالدرجة انت ممكن تنسى اول يوم او اول يومين لانه بيكون فيه ازم كبيرة على الموقع وبعلق كثير ثالث يوم قدم عاشر يوم قدم بعد اسبوعين قدم اما مش اخر دقيقة في اخر يوم سؤال حلو لو انقبلت قديش التكلفة كاملة هذا سؤال حلو انت لو انقبلت وقالوا لك عب بياناتك قبل المقابلة فيه اشي اسمه طلب الDS260 تدخل على الطلب طويل من خمسة عشر صفحة تكتب كل بياناتك اسمك عمرك شهداتك وين انولدت اي يوم انولدت وين ساكن عنوانك البريدة ايميلك رقم تليفونك شمعك شهدات من وين تخرجت اي سنة تخرجت الى اخرين بعدين الزوجة ستاشر صفحة نفس الحكي بعدين الاولاد كل واحد ستاشر صفحة نفس الحكي وهكذا هذا الطلب بكلفك اظل ميتين واربعين دولار ميتين وستين دولار ايش ازي هي او متين وعشرين دولار تقريبا بعدها قبل المقابلة بسبوع وسبوعين في ايش اسمه الفحص الطبي بتروح بتطور صدرك بسحبوه لك دم بسألوك كم سؤال ممكن يعطوك مطعوم او مطعومين قبل ما تسافر هذ الفحص من مية وسبعين الى متين 200 وعشرة 220 دولار بها الحدود طبعا هذ الرقم لكل فرد من افراد الاسرة وطلب DST260 برضو هذ الرقم لكل فرد من افراد الاسرة بعدها قبل المقابلة بيوم او انت داخل على المقابلة لازم تدفع رسوم المقابلة رسوم المقابلة 330 دولار على كل فرد من افراد الاسرة وبتدفع رسوم جرين كارد 220 دولار لامريكا من سبعمية الى الف وخمسمية دولار على حسب انت انت طلعت في الموسم او برا الموسم. وبدك تحب في بالك بدك تاخد معك مصروفك هناك. الى ان تلاقي سكن. استأجر بيت. اثث البيت. وتلاقي شغل. وتستلم اول راتب. يعني اذا انت متزوج بدك اشعجل من عشر تلعب دولار. سؤال بيقول انا مطلقة. هل اكتب اسماء ابنائي اللي عايشين مع ابوهم? هذا سؤال حلو جدا. لو انت متزوج الان او ارملة او مطلقة. لكن لما كنت متزوجة انجبتي ابناء من زوجك الاولاني او السابق. لازم تكتبي اسماء الاولاد. راح تقولي انا مش عارف راح اقدر اخذهم ولا لا. لازم تكتبي اسماء افراد العيالي كامليين. بعدين عند القبول او عند السفر. بنتفاهم انه تخذيهم او ما تخذيهم. المهم تقدمينهم طلب. تضمنينهم القبول. وتجيبي لهم الفيزا. وبعدها بتتفاهمي مع طريقك هل ممكن يسمحلك تخذيهم او لا. لانه لو كنت متزوجة او مطلقة او ارملة. وكتبتي في الطلب انك عزباء لازم تضلي عزباء طول العمر. صعب جدا انك تقنعيهم انه انا كنت متزوجة او مطلقة. وكذبت عليكم. فمش راح تقدري تسحب الاطفال لجهتك بالسهولة اللي انت متخليتها. اه برضو الكلام للرجال نفس الاشي. لو انت مطلق اولادك مع امهم سجلهم بالطلب. ولما تنقبل وتطلع لك الفيزا خير وفرج بتروح بتتفاهم معها بتقول لها انا بدي مصلحة الولاد. بدي اضمن لهم حياة كريمة. بدي اضمن لهم مراتب مليح. بدي اضمن لهم اه شهدات كويسة. علاية فيها حسن مصرفيات العالم. الجمسية يفتخروا فيها. دبر حالك معها. وعلى كل ان حتى لو ما قدرتش تاخد ولادك او لو ما قدرتش تاخد ولادك بكل بساطة بصير انهم يطلعوا بعدك. ولو مئة سنة وبصير يطلعوا معك لكن ما بصير يطلعوا قبلك. فالموضوع مش معقف. المهم انك تكون سادق في تعبية الطلب. ولما تنقبل خير وفرج. في النهاية كل التحية للجميع. واللي عنده اي سؤال يكتب تحت بالتعليقات ممكن نعمل جزء ثاني و جزء ثالث ما في مشكلة. وبالتوفيق للكل. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو. لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جديد من اول بول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.